بيبدأ الفيلم بالزوجين اسمهم جون والس وبيكونوا عايشين حياة سعيدة مع بعض ولكن حالتهم المادية بتكون سيئة لان جون بيشتغل كل سنتر ومرتبه قليل جدا ومش بيغطي تمن مصارفهم ولما بيروح جون الشغل بيجي المدير بتاعه وبيزعق له عشان تأخر وبيحذره ان هو لو تأخر مرة تانية هيرفده من الشغل وفي الوقت دا بتروح مراته والس لشركة نستحضرات تجميل وبتقدم على وظيفة مندوبة مبيعات على امل ان هي تشتغل ولكن للاسف بتطرفت بسبب مؤهلها الدراسي الضعيف ولما بترجع البيت بتحاول تدور على اي وظيفة في الجريدة فبيخبط عليها ايريني صاحب البيت وبيطلب منها الاجار المتأخر وبيقولها ان هو معجد بيها وعاوز يامن معها علاقة فبتتجهل الالس كلامه وبتديله شيك ب300 دولار وبتقوله ان هو مش هيعرف يصرف الشيك دا غير بعد 3 ايام عشان جوزها لسه ما قبطش وبعدها بيجي جون وبيقولها ان هو اشترى بورجر عشان يتغدوا مع بعض فبتعرفوا الاس انهم مش معهم اي فلوس في البنك وبالليل بيروحوا حفلة فيت صاحبتهم جيسي اللي كانت معهم في السنوية وبيكونوا منبهرين بنبسها وبيحسدوها لان هي غنية جدا وبالصدفة بيقابلوا صاحبهم لويس وتشاك وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيستمتعوا بوقتهم والتاني يوم بيروح جون والس للسوبر ماركت وفي طريقهم بتقول الاس ان هي قدمت في 15 شركة وترفضت بالسبب ان هي مش معها ماجستير مع ان هي متخرجة من جامعة ومعها باكالوريوس فبيقترح لها جون ان هي تقدم في وظيفة اقل لان كل الشركات بتكون عاوزة مؤهل اعلى من الباكالوريوس خصوصا في مجال التسوية والمبيعات فبترفض الاس وبتقوله ان هي مش عاوزة تشتغل في وظيفة بسيطة وتاخد مرتب قليل لان هي صرفت 40 الف دولار على تعليمها عشان تتخرج من الجامعة وتشتغل في وظيفة كويسة فبيحاول جون يطمنها ان الامور هتتحسن وفجأة بتغبطهم عربية وبيعملوا حدثة ومن حصن الحظ ما بيحصل لهمش حاجة ولما بتيجي الشرطة عشان تحققها في الحدثة بتلاحظ الاس ان قدامها محل تحف وبتشوف صاحبة المحل وهي مسكة ابريق شايم مصنوع من الذهب فبتكرر ان هي تسرق الابريق ده وبتدخل المحل عشان تدور عليه فبتيجي صاحبة المحل وبتسألها لو بتدور على حاجة معينة فقالت لها الاس ان هي بتدور على حاجة قيمة عشان تعرضها على التلفزيون في برنامج المعرض المتنقل للتحف فبتوريها صاحبة المحل شوية حاجات قيمة عندها وبعدها بتجي لها مكالمة وبتروح ترد على التليفون فبتستغل الاس الفرصة وبتسرق ابريق الشاي وبتجري تركب العربية مع جونه وبيمشوا من المكان وتاني يوم بتكون الاس وقفة في المطبخ وبتكو شعرها وبتتصل على شركة بارفانات عشان تسألهم على شغل ولكن فجأة بتتلسع من المكوى وبتسمع صوت غريب في الابريق الشاي فبتفتحه وبتلاقي فيه 200 دولار وبتكون مستغربة اللي حصل ده لانها ما حطتش اي فلوس في الابريق فبتلسع نفسها مرة تانية وبتتفاجئ ان الابريق طلع 1000 دولار فبتفهم هنا ان هي كلما بتقزي نفسها الابريق بيطلع فلوس وفي الوقت ده بيكون جزه جون في مكتب المدير بتاعه هو بيعتزل له عشان اتاخر مرة تانية عن الشغل فبيقوله المدير ان هو مضطر يرفده بسبب تأخيره المستمر ده غير ان هو ما حققش التراجب بتاعه فبيرجع جون البيت هو متضايق جدا وبيلاقي البيت متبهدل وفي دم على الارض فبيفتكر ان فيه حرام يدخل البيت وبيروح بسرعة يطمن على امراته قلس فبيلاقيها متعورة وفقدة الوعي واول ما بيفوقها بيلاقيها بتضحك وبتقوله ان هي اكتشف الطريقة هتخليهم اغنية فبيقولها جون ان هو ترفض من الشغل فبتضربه بالقلم وبتطلع فلوس كتير من الابريق وبتقوله ان الابريق ده سحري وبتطلع فلوس كتير لو اي حد تأذق وتقلم فبيستغرب جون من كلامها ده وبيكون مش مصدقها وفكرة سكرانة فبتضربه الف مرة تانية عشان تأكد له كلامها وبتصدقها اول ما بيشوف الابريق فعلا طلع فلوس كتير وبييجي الليل وبيعودوا يتكلموا مع بعض بخصوص الابريق وبيقولها جون ان هو مش متطمن للابريق ده وحسس ان هو ملعون وهيتسبب لهم في مشاكل كتير فبتعترض هنا قلس على كلامه ده وبتقوله ان الابريق ده فرصتهم الوحيدة عشان حالتهم المادية تتحسن والتاني يوم بتصحى من النوم وبتلاقي جون سايب لها رسالة وبيقولها ان هو هيرجع الابريق لمحل طحف اللي سرقته منه لان هو مش متطمن وحسس ان هيحصل لهم مشاكل بسببه ولما بيوصل جون للمحل بيلاقي مقفول فبيبدأ يفكر هنا يتخلص من ابريق خالص ولكن بمجرد ما بيلمسه وبيحس بشعور غريب وبيقرر جون هو كمان ان هو يحتفظ به وبعدها بيروح يرد الابريق في برنامج معرض التحف المتنقل اللي بيتزع على التلفزيون فبينبهر المزيع اول ما بيشوفه وبيرجح الابريق ده اتصنع في عصر التنوير اليهودي لان عليه رموز اليهود وبالصدفة بيكون في علم اسار اسمه دكتور لينج بيشوف البرنامج وبتصدم اول ما بيشوف الابريق وبيكون واضح عليه ان هو يعرف كل حاجة عن الابريق ده وبعد ما بيخلص جون البرنامج بيرجع البيت وبيتفق مع الاس انهم يحتفظوا بالابريق بشرط واحد هو انهم يجمعوا منه مليون دولار وبعدها يتخلصوا منه فبتوافق الاس وبيحرقوا اديهم هما الاتنين على البتجاز وبيطلع لهم فلوس كتير جدا من الابريق وعشان يحسوا بالقلم ويطلعوا فلوس اكتر من الابريق بيروحوا جلسات لازالة الشعر وبيخلعوا اسنانهم عند دكتور الاسنان من غير ما ياخدوا مخدر عشان يحسوا بالقلم اكتر وفي خلال تلات ايام بيقدروا يجمعوا اكتر من ربع مليون دولار وبيخبوا الفلوس كلها في الحمام تحسوا بلايه ظرف وفي يوم بيكون جون قعب بيلعب فيديو جيمز وبتيجي الاس وبتقول له ان هي سددت كل الديون اللي عليهم وبتقترح عليه انهم يشتروا بيت جديد ويرفعوا عن نفسهم شوية بالفلوس اللي اخدوها من الابريق ده ولكن فجأة بيسمعوا حد بيخبط على الباب فبيروح جون يفتح وبييجي معالي اتنين يهودي وبيقتحموا البيت عليه وبيفضلوا اضربوا فيه وبيسألوا عن مكان الابريق السحري فبتكتشف الاس هنا انهم عارفين كل حاجة عن الابريق وان جدتهم تبقى صاحبة محل الطحف اللي سرقت منها الابريق فبتكذب عليهم وبتقول لهم ان هي بقت الابريق لتجر اثار الماني وبتديهم الفلوس اللي في الابريق من غير ما يشوفوه والحصن الحظ بيتصدقوا كلامها وبيخرجوا من البيت وبييجي تاني يوم وبيروح جون وقالس للمكتبة وبيدوروا على كتاب في تاريخ الابريق السحري وبيعرفوا ان الابريق ده بيرجع تاريخه لعصر خروج اليهود من مصر مع سيدنا موسى وبسببه حصلت حروب اهلية بين اليهود والاوروبيين في العصور الوسطى ولما بتشوف قالس ان فيه صفحة بتتكلم عن مخاطر استخدام الابريق بتقطع الصفحة من غير ما جون ياخد باله عشان ما يتخلصش منه وبعدها بتتكلم معاه وبتقوله انهم لازم يستمتعوا بوقتهم ويحسنوا من المستوى اللي هم عايشين فيه وبالفعل بيستخدموا الفلوس اللي طلعوهم الابريق وبصرفوا ببزخ وبيشتروا عربية ومجاهرات غالية وكمان بيشتروا بيت جديد في حي راقي بيعيش في الاغنية وفي يوم بيعملوا حفلة فيتهم وبتازم قالس صاحبتها جيسي الغنية اللي كانت دايما بتحسدها وبتغير منها وبيكون جون قاعد وبيشرب خمرة مع صاحبه تشيك وفجأة بيخبط عليه دكتور لينج علم الاثار اللي شاف الابريق معه في التلفزيون فبيعرفوا بنفسه وبيقوله ان الابريق السحر اللي معاه ده ملعون واي حد بيستخدمه بشكل متواصل بتكون نهايته الموت عشان كده بيطلب منه يديله الابريق عشان يتخلص منه قبل مائزه وامراته ولكن بتيجي هنا قلس وبترفض تديله الابريق وبتقوله انه مش مهتمين بكلامه وبتقفل الباب في وشه وبيجي الليله بتهد قلس وجون يضرابه في بعض عشان ياخده فلوس من الابريق وبيتجسس عليهم في الوقت ده صاحب البيت القديم اللي كانوا عايشين فيه وبيكون سكران ومش في وعيه فبيخبط عليهم وبيقتحم البيت وبيسألهم ازاي اتنين فاشلين زيهم بقى اغنية بالشكل ده فبتحاول قلس تتفاهم معاه وتطلب منه يخرج من البيت من غير شهوشارة فبيتجهل كلامها وبيسرع منهم الابريق وبيجر يركب عربيته ولما بيلايهم بيجروا وراه بيرمي الابريق على الطريق وبيمشي عليه بالعربية عشان يكسره ولكن بتتفاجئ قلس ان الابريق ما حصلوش حاجة فبتفهم اخيرا ان في حاجة مش طبيعية بخصوص الابريق ده فبتروح هي وجول لبيت دكتور لينج عشان يعرفه اكتر عن تاريخ الابريق فبيقول لهم لينج ان الابريق ده كان مع اعظم الشخصيات في التاريخ وتسبب في انهم يبقوا اشرار وبيعرفهم ان كل ما هيستخدموا الابريق ده هيسيطر عليهم وهيخليهم اشرار عشان كده الحل الوحيد هو انهم يدولوا الابريق وهو هيتخلص منه فبترفض قلس تدولوا الابريق للمرة التانية وبتسيبه وبتمشي وبعدها بتتكلم مع جون وبتقوله ان هي مستحيل تفرض في الابريق ده لان هو سبب سعادتهم وبتوعدوا ان هي لو اتغيرت او بقت شريرة هتتخلص من الابريق ولما بيرجعوا البيت بيلقوا الاخين اليهود اللي ضربوا جون قبل كده اقتحموا البيت والسرقوا الربع مليون دولار اللي كانوا مخبينهم فبتخرج الاس عشان تبنعهم وبيكون معها الابريق فبتتفاجئ لما بيقولولها انهم كانوا عارفين ان الابريق معها ورفضوا ياخدوه لان هو ملعون هو بيسيطر على العقل وبيخلي ناس اشرار عشان كده هم استغلوها وسبولها الابريق هي وجوزها مقابل انهم يسرقوا منهم الفلوس اللي بيطلعوها منه فبتتعصب الاس وبتهجم عليهم هي وجونا عشان ياخدو منهم الفلوس ولكن الاخين بيضربوهم وبيفقدوهم الوعي وبياخدو الفلوس وبيهربو والتاني يوم بتفوق الاس وبتعايط عشان فلوسها تسرقت ولما بتحاول تأذي نفسها بتتفاجئ ان الابريق بيخرج فلوس اقال من الاول وكلها من فئة الواحد دولار فبيقول لها جون ان الابريق عاوز يكون الدربة مؤلم اكتر من الاول فبيروحوا بارهم الاتنين وبيحاول جون يتخانق مع مجرم لسه خارج من السجن وبيخلي يضربوه عشان الابريق يطلع فلوس اكتر وبعدها بتروح قلس تقعد لوحدها في الشارع فبيقع جنبها واحد من على لوحة تزلج بتاعه وبتتفاجئ ان الابريق طلع فلوس فبتكتشف هنا ان الابريق بيطلع فلوس حتى لو الناس الغريبة هي اللي تقازت ولما بترجع البيت بتقول له جون اللي اكتشفته ده فبيروحوا هم الاتنين يتفرجوا علماتش ملاكمة وبيكون معاهم الابريق عشان يطلع لهم فلوس الملاكمين اللي بيضربوا بعض وكمان بيحضروا عمليات الولادة في المستشفى عشان يستغلوا الستات اللي بتتقلم من الولادة ويطلعوا طبعا فلوس اكتر من الابريق وفي خلال اسبوع واحد بيقدروا يجمعوا ربع مليون دولار ولكن الاس بتبدأ تتغير وبتكون عاوزة تعمل فلوس اكتر ففي يوم بتكون سائل العربية ومعها جون وبتشوف واحد متشرت في الشارع فبتكرر تدوسوا بالعربية وتقتلوا عشان الابريق يطلع لها فلوس اكتر ولكن بيمنعها جون وبيغير مصر العربية وبيقول لها ان الابريق خلها تتغير وكانت هاتيت الشخص بريق عشان الفلوس فبتتعصب الاس وبتقوله ان هو شخص فاشل وكمان جبان وبسببه كانوا فقرة وحالته من مادية سيئة ولما بتلاحظ ان هي جرحت مشاعره بتخرج من العربية ومعها الابريق السحري وبتتفاجئ ان هو طلع فلوس فبتفهم ان الابريق بيطلع فلوس اكتر لو حد تأذر في مشاعره فبتكرر ان هي تستغل ده هي وجوزها جون ويجرحوا مشاعر بعض عشان ياخدوا فلوس من الابريق وبالفعل بيعملوا كده اول ما بيرجعوا البيت فبتعترف الاس لجوزها ان هي عملت علاقة مع صاحب البيت القديم فبيتعصب جون وبيروح لصاحب البيت القديم عشان يتخنق معاه وبيقول لحبيبته براندي ان هو عمل علاقة مع امراته الاس فبيضربوا صاحب البيت عشان بوز علاقته مع حبيبته وبالصدفة بيشوف الابريق في شنطة الاس ولما بيلحظ ان فيه فلوس بيشك ان فيه حاجة مش طبيعية بخصوص الابريق ده وبعدها بيمشي جون ومراته وهم مقررين انهم يأذوا الناس في مشاعرهم بدل ما يأذوا نفسهم ويتخنقوا مع بعض فبيروح جون لمرات مديره اللي رفضوا من الشغل وبيوريها صور فاضحة لجوزها وهو بيعمل علاقة مع ستات وفعلا بتنجح الفكرة وبيخرج الابريق السحر بفلوس كتير بسبب ازية الناس فبتقرر الاس ان هي تعمل حاجة اكبر وتفضح اختها كبيرة وتقول لجوزها ان هي خانته مع واحد صحبه من سنتين وبالفعل بتروح هي وجون لبيت اختها وبيقول لجوزها انهم عايزين يتكلموا معها بخصوص حاجة حصلت من سنتين والحاجة دي مراتهم خبيها عليه فبتقلق هنا اخت الاس وبتحس انهم عايزين يفضحوها ولكن الاس بترجع في كلامها لما بتحس ان هي تخرب حياة اختها وبتقول لها ان هي بتغير منها لان هي سعيدة في حياتها على الرغم ان هي فقيرة وبييجي الليل وبترجع البيت وبتقترحها لجون انهم يقتلوا حد من تجار المخدرات ويدفنوا في مكان بعيد عشان الابريق السحري يطلع لهم فلوس اكتر ولما بيروحوا يحفروا الحفرة عشان يستعدوا لجريمة الاتل بيبدأ جون يستوعب اللي بيعملوه وبيقول لها انهم لازم يبطلوا اللي بيعملوه ده لان الابريق سيطر عليهم وبدأ يخليهم اشرار والدليل على ده هو انهم كانوا بيفكروا يقتلوا الناس فبتنفعل الاس وبتقوله ان هي مصممة تقتل حد عشان تاخد فلوس كتير من الابريق فبيسيبها جون وبيروح لدكتور لينج وبيحكي له كل اللي حصل فبيقول له لينج ان الابريق سيطر على الاس بشكل كامل وعشان ترجع لطبعتها مرة تانية وتنسى الشار اللي لازم تتخلى عن الابريق باردتها الشخصية في الوقت ده بترجع الاس البيت وبتدخل الحمام عشان تتحمى وبتشوف المراية الستة العجوزة اللي سرقت منها الابريق فبتخرج من الحمام وهي مرعوبة وبتتفاجأ ان جون لقى صفحة الكتاب اللي فيه مخاطر استخدام الابريق السحري واللي هي قطعتها من الكتاب لما كانوا في المكتبة وبيكون جون في الوقت ده قاعد على الشباك ومعا الابريق السحري وبيقول له ان هو هينتحر عشان يخلي الابريق يطلع لها الفلوس اللي هي عايزها وبيطلب منها تتخلص من الابريق بعد ما يموت وبيرمي جون نفسه فعلا من الشباك فبتنهار الاس وبتروح تتمن عليه وبتترجع ان هو ما يموتش وبتقول له ان هي ما بقتش مهتمة بالفلوس ومش عاوز اي حاجة من الدنيا غير ان هي تبقى معاه والحصن الحظ بيطلع جون لسه عايش وبيقول لها انهم لازم يتخلصوا من الابريق الصبح قبل ما يحصل لهم اي مشاكل تانية ولما بيطلعوا يناموا بيسمعوا صوت عربية وبيتفاجئوا ان صاحب البيت القديم سرق منهم الابريق والتاني يوم بيروحوا له البيت عشان ياخدوا منه الابريق قبل ما يسيطر عليه ولكن بيلقوا دم على الارض وبيفهموا ان هو اكتشف كل حاجة وان هو دلوقتي بيقزي نفسه عشان الابريق يطلع له فلوس وفجأة بيطلع لهم هو حبيبته براندي وبيكون معهم اسلحة وبيقرروا يقتلهم عشان الابريق يطلع لهم فلوس كتير ولكن لحظ الحظ بيجي الاخين اليهود اللي سرقوا الفلوس من الاس وبيقتلوه عشان ياخدوا منه الابريق فبتنهار براندي وبتضرب عليهم نار فبيستخبجون والس عشان ما يتزوش ولما بيخرجوا من مكانهم بيلقوا براندي والاخين قتلوا بعض وبيطلع الابريق في الوقت ده فلوس كتير جدا فبياخدوا الفلوس والابريق وبيخرجوا وبيلقوا دكتور لينج كان بيرعيبهم وواف نستنيهم فبتديلوا الاس الابريق بيرادتها وبتفهم اخيرا ان السعادة مش دائما متعلقة بالفلوس وبتبعت شيك بربع مليون دولار لصحبتها لويس وجوزها تشاك لانهم في الوقت ده كانوا بيمروا بازمة مادية وعليهم ديون كتير جدا وبعد فترة بنشوف الاس وهي حامل وبتتنقل هي وجوزها المدينة تانية عشان يعيشوا حياة جديدة وينسوا كل اللي حصل وفي نفس الوقت ده بيكونوا الدكتور لينج في المحيط وبيرمي الابريق السحر في قاع المحيط عشان ما حدش يقدر يلاقيه تاني ويستخدمه وبيخلص الفيلم ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات وتقدر كمان تقترح علينا افلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو وما تنساش تعمل فوله للصفحة عبدو عاطف عشان تتابع الملخصات الكوميديا ويلا سلام